رحبت مصر بقرارات لجنة التراث العالمي اليونسكو الصادرة بالإجماع والخاصة بالحفاظ على المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمية تحت الخطر وحمايتها تشمل القرارات البلدة القديمة للقدس وأسوارها والبلدة القديمة في مدينة الخليل وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب المشهد الثقافي للمدرجات الزراعية جنوب القدس أكدت مصر أيضا على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبصفة خاصة في البلدة القديمة للقدس والتي تستهدف تغيير الوضع القائم فيها مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة الإجراءات غير القانونية الهادف لتغيير طابع القدس الشرقية واحترام الوضع القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والامتثال للقرارات الدولية